من تونس ينضم إلينا دكتور علي التكبالي عضو مجلس النواب الليبي دكتور علي هناك تأكيد من الجميع على رفض التدخلات الخارجية ما الذي يعيق أن يطبق ذلك على الأرض؟ كما نعرف أن فرنسا لا تريد لتركيا بالذات أن تتدخل في ليبيا وهي تحاول ذلك بشتى الطرق وبالاقتراحات عدة منها أن تتدخل الدول التي تحيط بليبيا لكي تبعد تركيا عن الموضوع المشكلة هنا أن الحكومة في الغرب والميليشيات المعتمدة على تركيا تريد أن تتمسك بتركيا وتحتمي بها وهذا أحد العيوب التي سوف تقابل أي اتفاق مقبل في ليبيا أنت كما تعرف أن خمسة زايد خمسة مشروطة بخروج الأتراك وبخروج الإدليبيين فإذا لم يخرجوا هؤلاء ونحن لا نرى أنهم سيخرجون نرى أنهم لا زالوا يتمترسون ويجلبون السلاح ويقولون أن عينهم على المنابع النفطية إذن هناك مشكلة كبرى المسبب فيها الأول هو تركيا والأدناب الذين يتبعونها نعم ولكن هناك حديث على قرب التوصل بين الأطراف المتفاوضة في سويسرا على أن يكون هناك تسعين يوما لخروج جميع الأجانب أو المرتزقة هل ذلك وارد للتوقيع والتطبيق؟ أنا أتمنى ذلك ولكنني كما قلت لك أنا لم أرى أن تركيا تتهيأ للخروج أنا أرى أنها تتمترس للبقاء فإذا كان ذلك سيحدث فأهلا وسهلا به وأهلا للاستقرار في ليبيا ولكن لا أظن أن ذلك سيحدث ربنا إن شاء الله يأتي بالصواب نعم ولكن هل هناك الفصيل في الغرب الليبي يوافق على هذا البقاء الممتد كما فهمت من هذا الحديث؟ نعم الميليشيات والحكومة التي يسمونها حكومة الوفاق تعشق الأتراك وتريدهم أن يبقوا وهذا كلامهم في كل وسائل الإعلام وحتى في حديثهم مع الذين يتحاورون معهم يريدون الأتراك أن يبقوا وقد سلموا الاقتصاد الليبي كله للأتراك الآن وأنت كما تعلم أن الآن الليبيون يعانون الأمراض من هذه البضائع التي تأتي إلى ليبيا وهي بضائع مستهلكة ومسرطنة وبها من المواد المشعمة بها ويصدرونها إلى ليبيا إذن هناك مشكلة كبرى في كل شيء والأتراك لن يخرجوا كأقول لك لأنني لا أرى أي دليل أن الأتراك يريدون أن يخرجوا وأشد ما أخشاه أن نتعرض لمؤامرة أو لخدعة بأن يقولوا لنا اتفقوا وسوف نخرجوا الأتراك ثم لا يخرجونهم نعم إذا كانت هذه هي القناعة لماذا يتفاوض مجلس النواب الليبي مع حكومة الوفاق هذه مجلس النواب له مشارب شتى وهو أنواع من البشر هناك في مجلس النواب هناك من انتخبتهم القبيلة وهناك من انتخبتهم الجهوية وهناك من أتوا بهم أناس ظنوا أنهم مخلصون ثم أنهم لما رأوا المال أو رأوا أي شيء آخر إن قلبوا فمجلس النواب ليس على قلب واحد ولم يكن يوما في العالم كله أن مجلس النواب على قلب واحد نعم هناك أنباء قادمة من سويسرا بأن هناك تقدم في المفاوضات فيما يتعلق بسرط والجفرة هل من معلومات إضافية؟ مشكلة سرط والجفرة سوف تكون هي المشكلة العويصة فالذين يريدون أن يقيموا خطا عازلا في سرط ويريدونها أن تكون من زوعة السلاح الأولى بهم أن يضعوا هذا الخط في مصراتا لأن في سرط ليس هناك حرب والذي يريد أن يضع سرط هي المنطقة التي يجب أن يكون فيها الخط العازل يريد أن يعطي للأتراك والميليشيات المصراتية 200 كم إضافيا حتى يصلوا إلى سرط فإذن المشكلة سوف تكون كبيرة ولا أعتقد أن الجهة المقابلة سوف ترضى بذلك أنا أوافق على أن تكون سرط مقرا لحكومة تفضل نعم أقول أن أوافق على أن تكون سرط مقرا لحكومة قادمة ولكن أن تكون خطا عازلا هذا شيء يقسم البلاد ولا يجعل الوضع يبدو سليما في المستقبل دكتور علي تكبالي عضو مجلس النواب الليبي كنت معنا من تونس شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا